وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بترحي وثيقة بعنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني والذي انطلق بدعوة من الرئيس سيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في سياغة أولويات العمل الوطني هذا وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن توجيها يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ التكلفات الرئاسية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة فضلا عن سياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال سنوات الست المقبلة وذلك بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط ووضع آليات التنفيذ وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن إعداد الوثيقة استغرق ستة أشهر من العمل بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين لوضع أبرز التودهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلا